التاسع صباحا في القاهرة السادسة بتوقيت جرانيتش مجازو الأخبار يأتيكم من القاهرة أهلا ومرحبا بكم شارك الرئيس عبد الفتح السيسي بمدينة سان باترسبرغ في غداء عمل مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين وذلك إلى جانب رؤساء الدول والحكومات الأفريقة من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية المختلفة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي شارك في هذا الحدث باعتباره الرئيس الحالي للوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي نيباد التي تمثل الضراع التنموي للاتحاد خاصة فيما يتعلق بحجد الموارد المالية التي تمكن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة أفريقيا التنموية 2063 فضلا عن تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج القاري بما فيها اتفاقية التجار الحرة القرية بالإضافة إلى الدعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في أفريقيا لا سيما مشروعات البنية التحتية والتحول الصناعي شهد اليوم الثاني من زيارة الرئيس السيسي لروسيا نشاطا مكثفا حيث شارك في اجتماع مع قادة الدول الأفريقية لمبادرة الوساطة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية كما التقى الرئيس السيسي مع رئيس جنوب أفريقيا سرل رامفوذا حيث أكد تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات خاصة ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة بما يحقق المصالح المشتركة إلى جانب مواصلة التنصيق بشأن قضايا القارة الأفريقية ذات الاهتمام المتبادلة أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن أزمة انقطاع طيار الكهربائي جاءت نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي تعاني منه كل الدول العالم وخلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعالمين الجديدة أشار مدبولي إلى وجود تنصيق كامل بين وزارتي البترول والكهرباء فيما يتعلق بتشغيل بحطات التاقة الكهربائية موضحا أنه يتم الاعتماد بشكل أساسي في تشغيل المحطات على الوقود الأحفري وطاقة الجديدة والمتجددة أعلن الجيش الأوكراني أنه شن تسع ضربات جوية على معدات عسكرية روسية في عدة مناطق ونظام الصواريخ المضادة للطائرات وأفد الجيش الأوكراني في بيان له بأنه ضمر خلال الأربعين وعشرين ساعة الماضية ثماني طائرات روسية مصيرة وخمس طائرات استطلاع تكتيكية بدون طيار أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة أوكرانية لمهاجمة أهداف في العاصمة موسكو باستخدام طائرة مصيرة وقالت الدفاع الروسية في بيان لها أن قوات الدفاع الجوي دمرت المصيرة المعادية دون أن يؤدي الحادث إلى وقوع إصابات أو أضرار أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على عرض عسكري في بلاده ضم طائرات مصيرة جديدة وصواريخ باليستية عابرة للقارات ذات قدرة نووية وفي ذكرى الهدنة التي أوقفت الحرب بين الكوريتين وحضر الاحتفالات وفدان روسي والصيني رفيع المستوى كان يزوران بيونج يانجا يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهما جديدا في إطار قضية تعامله مع وثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض وهو ملف من المقرر أن تنطلق المحكمة في مايو المقبل وفي وثيقة قضائية نشرت اتهمى المدعون الفيدراليون ترامب بأنه حاول محول قطاط الكاميرات المرقبة من مقر إقامته في فلوريدا تجنبا لوقعها في أيدي المحققين لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر على الشاشة شكرا جزيلا على المتابعة